وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة اليوم في جلسة مغلقة في المجلس الشعبي الوطني كانت من أهم قراراته ما يليه نذكرها باختصار في انتظار تفاصيل أخرى ونفصل في الموضوع بشكل عام الرفع في منحة التقاعد سيكون 2023 دون ذكر النسبة عن نسبة الرفع الرفع في الأجور أيضا سيكون في 2023 الرفع في سن منحة البطالة غير والد حاليا سن منحة البطالة وليس مبلغ منحة البطالة التقاعد النسبي ليس وارد حاليا صندوق تقاعد يعاني في ميزانيته حاليا العقود المنتهية توقفنا في دراسة ملفات حتى 2017 الميزانية إذا سمحت سنقوم بزيادة عدد الملفات الخاصة بالعقود المنتهية وهي من عمل النواب غرفته هذه عنوين يعني مختصرة لما جاء في حواره اليوم أو في مدخلته اليوم إن شاء الله غدا راح تكون تفاصيل في هذه المواضع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد